مرحبا بكم في فيديو جديد لما شاء الله باش نقدم لكم ثلاثة وصفات في وصفة واحدة اللي هي شوكولات شو كيف يبدأ سخون وكيف يبرد يولي دانيت وكيف يزيد يبرد يولي لجوة وصفة ولا أسهل ولا أبسط سبق لي وتشاركت معاكم وصفة شوكولات شو وصفة زادة أوريجينال على الأخر بدون كاكاو بنينة على الأخر نخلي لكم الرابط متاحة تحت في صندوق الوصف وصفة شوكولات شو اللي أسبق لي وتشاركتها معاكم تنخليها لكم في آخر الفيديو نك متراتي وحتى شي وزد كيف وصفة الكوكيز تنخليكم اليوم تحت تحت صندوق الوصف وصفتين في القناة متاع الكوكيز كوكيز بدون بيض وبدون زبدة والكوكيز الآخر بيضة واحدة بكمية 32 حبة حاسين لهم وصفة مغرية بالحق ومنينة على الأخر القوام بتاعها كيف ما تشوفوا ممتاز وبنين على الأخر ننصحكم باش تجربوها وتشاركوني تطبيقاتكم على جروبنا و جروبكم صنفة و نصف دونك كان مزلت ما عملتش سبسكرايب ولا اشتراك بطبيعة كانك أول مرة تزور خناتي ما تنساش بتضغط على زر سبسكرايب ولا سابوني ولا اشتراك ومرحبا بالنس كل دونك نزيتي باديو بارتاجي الفيديو مع حبابكم وصحابكم وتعملوا لايك للفيديو كي نعجبكم بطبيعة القوام بتاعها كيف ما تشوفوا مازالت سيحة شوية خاطر ما زالت سخونة 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 بالقدي دونك البنة 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 بنحكي لكمش على البنة ما شالله ما شالله ما شالله ما شالله ما نتوالش عليكم لهنا المقادير كيف ما تشوفوا فيها بسيطة عندي نصف لتر متاع حليب باش نحط عليها 50 جرام شوكولاتة اي نوع تحبوا عليه لهنا عندي زوز ملاعق متاع النشاء الزرة تنقلك الملاعق ما هي اللي كيلت بها المقادير الكل هي ملاعق المقييس العالمية لهنا عندي زوز ملاعق متاع كاكاو كاكاو مر وخام المرة هذي الكاكاو شريته ولونه فتح مشريتوش كاكاو غامق وعندي ثلاث ملاعق من السكر دونك الملعقة هذيك هي نفسها نجم تكيلوا يعني بملعقة متاع السريلاك هذيك ولا متاع الحليب البودر اللي هي تهز زوز معناها زوز ملاعق متاع السريلاك حليب البودر يعادلوا ملعقة من ملاعق المقاس دونك ملعقة الحليب البودر هي عبارة على ملعقة شاي المقادير تتلقوهم الكل المكتوبين تحت في صندوق الوصف نجم تكيلوا الوصفة هذي زدها بملع ملعقة المغرفة العادية متاع الماكلة أما أرد بالكم باش متكثروش يعني من شاي وتكثرو من الواحد باش متجيكمش عاقدة برشا أما هي بنينة صدقوني في كل الحالات متاحها دونك متود متاحها سهلة برشا وبسيطة كيف ما قلت لكم في خمس دقائق فقط تحضروا أطيب وألذ شوكولات شو ولا دانيت ولا لجوة كيف ما زاد أسباق لي قلت لكم اللي هي ثلاث وصفات في وصفة واحدة ممتازة وهي تعتبر زاد الوصفة الاسو اس يعني وصفة روتسو كور كيف واحد حاشته يعني فيسع 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 باش يعمل حوجة دافية يدفع بها وإلا زادة في طور صباح بنين ما يقعدش يحضر فيه نجم يحضروا من الليل مسبقا المقادير الكل باش نحطهم في التنجرة كيف ما تشوفوا ولا في كسرونة ما ننساوش بتتبيع عليك سخيدو فاني وإلا سكر فانيلي ني وإلا بودر فاني حسينو نكهوها كما تحبو وزادة زادة حطيت فيها لهنا تشيش دوب الليش من القرفة القرفة كيف ما تشوفو ما كثرتش فتايتها دوب الليش راهي تعمل فترية وتنجمو زادة تحط كما تحبوش القرفة هكي كأون بودر تنجمو تحطو يعني عود متاع قرفة وتنجمو زادة تنكهوها بأي يعني أعشاب تحبو عليها الأعشاب كما قولو الفامي متاع القرفة وكل الحاجة تذيك دونك سهلة برشا وبسيطة نجمو زادة متحطوش عليها فيها السكر وتولي صحية تستعمل حليب 0% وتستعملو لفريكتوز وإلا العسل وإلا الميبل سيروب اللي هو شراب القيقب دونك مش مش نقود نحكي برشا الوصفة ولا أسهل ولا أبسط باش نخليكم تتابعوا مع الفيديو باش نطيبها على النار شوية شوية في بعض ما طيب صيب باش نرمي فيها كقلب متاع الشوكولات دونك نخليكم مع التصور وشوفو كيفيش كملت حضرتها ملاحظة انتبهوا رد بيركم وتخليوها على النار وتمشيو يزينكم ديمة تحريك المتواصل متكسوش يعني وتخليوها باش متلسقلكم شملوتها وتعمل حبوب حبوب وصفة سهلة على الأخر وبسيطة دجا قريب تحضر دجا ووصلت للتوم تاع الإبوليسيون بديت مش تغلي الوقت هذاك وقت اللي هي تبدأ تغلي باش نرمي فيها الطابع متاع الشوكولات هي دجا ما تاخدش برشا وقت نصف لتر من الحليب استعملت شوكولات متاع شوكولات وكوفيرتور تسألوني ديمة على كيف نيه النوع متاحة استعملتها المرة هذي 72% نسبة الكاكاو شوكولات فانواز تسألوني على التفاصيل ومنين ومنع شنوه الكاكاو الكيلو اللي اخذته اخذت كيلو 24 الف سو متاعه كاكاو ممتاز بالحق ممتاز على الأخر ديما كتشيروا كاكاو متاخدوش كاكاو سيكري خدوه نون سيكري يعني مر ويكون خام خطر يعطي مذاق أبن وأحلى ومانيهو خافر ومزين على الأخر دونك بالكاكاو شوكولاتة سايي ذيبت باش نقدمها في الكسين هذو ما مزيانين يجيوا كيما قوت لكم تروازونا ما غير ما نقدموها في كسين باليد باش تشربوها حسين انتوما أحرار كيف ما تحبوا تقدموها تقدموها لهنا عملت ليزوز كسين ونص من الحجم هذيك خطر كسين هذو ما كبار ديما بتبيع الكسين هذيك باش ياخدو سي أنس باش نزينها من الفوق بالكريم شانتيو باش نرش عليها شوية من الشوكولاتة مانيها مقطعة و باش نرش عليها زادها شوية قرفة سيابوت خوشوات نجمو تحطوا قرفات نجمو تحطوا كاكاو نجمتو سامبلو ما متحطوا حد شاي لكن والله القرفة تزيد فيها شطر وميشي قوية ماذا قمتاحة معانيها معتدل خاطر انك باش تعمل رشة خفيفة بالكل منينة بنينة بنينة وبنينة واله العظيم منودكم ومنشهيكم جربوها مكمش باش تندمو هذا الكويس بتاع انس بدي بلد بس فيه لانو خاليني قلت خاليني يمساج نشيرككم كل شي انو سنفرح بيه الكاس بالقديل ساحا و باش فيلو لنجي لانو هنا في المرحلة هذي باش نعمل تعوى شوية كاكاو تنجمو تحطوا مش نعمل قرفة مش كاكاو مش نعمل قرفة كنت نعمل في الكاكاو لكن كيف جربت مرة القرفة عجبتني على الأخر ولينا بصراحة مدمنين عليها لازم على أقل للغيب ليلة نعمل الشوكولات شو بالرسيت هذه سهلة وبسيطة ويبدأ عندي شوكولاتها فاخرة نعمل رسيت الشوكولات شو الأخرى نخليكم اليوم تحت في صندوق الوصف حصير وقت اللي واحد يحبي دلل روحه كما نقوله الوصفة هذه سبق لي وطلبتوها مني ببرشة مرات الحمد لله هاي جاءت الفرصة باش عملتها لكم طيب ما بقى لي كان باش نقولكم إلى اللقاء إن شاء الله في فيديو آخر ووصفة أخرى ودبارة جديدة وما تنسيوش باش تعملوا لي لايك الفيديو كان عجبكم الفيديو ما عجبكم مش تزادة تنجم وتعملوا ديس لايك سمعني لكم الحرية كما تحبوا ما تنسيوش زادة باش تعملوا طلع لصندوق الوصف والحب ما نقولكم حاجة قبل ما نمشي دونك برك الله فيكم مع المساجات اللي تبعثوا لي فيهم يعطيكم الصحة يعطيوني في إنرجي ماشاء الله يعطيكم الصحة ويرحم والديكم ماشاء الله بالحق ماشاء الله رفع معناويات مش نورمال مساجات يسر مزيانين طيب باش نقولكم إلى اللقاء إن شاء الله في فيديوهات أخرى وكل عادة ما تبخلوش عليها بالكومنترات متاعكم ونخليكم طيب في أمان الله وحفظه بسلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة